موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح بلا قلوبكم نحن معكم في حلقات جديدة ومسجلة من برنامج الدليل الحلقتين اللي فاتوا مشاهدين كانوا فاصل فيه سلسلة الحروب في العهد القديم بنرجع النهاردة تاني للسلسلة وبعدين يا إما بنعمل فاصل تاني بموضوع هيكل سليمان زي ما أعلننا قبل كده أو ننتهي من موضوع الحروب وبعدين نشوف الهيكل في سلسلة الحروب احنا اتناولنا كل الموضوعات الكبيرة المتكاملة تبقى لنا أولا الأسئلة الخاصة بالحروب ودي حناخد فيها عدة حلقات النهاردة بنبدأ بأولها والحلقة الجاية إذا شاء الربعيشنا هتكون حلقة مباشرة استعدوا بأسئلتكم هنفتح لكم الخطوط من اللحظة الأولى بعد ما بننتهي من الأسئلة بيكون متبقين العقوبات والتأديبات في العهد الجديد خلينا مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة ونشوف عنوانها أسئلة المشاهدين على حلقات الحروب في العهد القديم الأسئلة التي سنتناولها النهاردة بعضها وصلنا بأسماء أصحابها وبالتالي سنذكر الإسم والبعض الثاني وصل بدون أسماء وطبعا بالتالي سنذكر السؤال بدون الإسم نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا وأسئلتكم أهلا بك يا وحيد أهلا فدوا وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا طيب بداية حلقات الحروب في العهد القديم كان لها صدى واسع جدا بين الناس تفتكر ليه؟ أعتقد أنها بداية كانت موضع أسئلة لناس كثيرة جدا ده رقم واحد ربما من الأحباء المسيحين كان موضوع أسئلة ولأنها كانت موضوع يعني تمسح من الأحباء المسلمين بتمسحه بكتابنا المقدس وهو زي ما عندنا في القرآن عنديكم في الكتاب المقدس ونسفنا هذه الإدعاءات تماما بإعلان الوحي المقدس والحق الإلهي كما هو أيضا لأنها تدخل ضمن أسئلة مهمة لمعرفة معاملات الله مع الشعب ونتائج الخطيئة فواضح جدا في الحروف في العهد القديم الشيء الظاهر الواضح أنه الخطيئة وجرتها موت وجرتها عبودية نعم كل ده بتفرخوا الخطيئة فبالتالي هي غطت مساحة كان المشاهد الناطق بالعربية بصورة خاصة هو في حوجة أنه يسمع فيها ونشكر الله أنه ساعدنا وقدمنا فيها ما نعرف حسب الحق الإلهي نعم طيب يعني أنت جاهز تحب نبدأ في الأسئلة طيب خلينا نبدأ بالسؤال الأول سؤال من مشاهد عن حلقة تأديب الشعوب يعني صاحب السؤال بيقول ربنا كان بعاقب ربنا كان بعاقب شعوب معينة بسبب الخطيئة لما هم أساسا وسنيين يعني مش بيعبدوا ربنا إزاي يتوبوا ويعرفوا ولربنا يكتفي بعدم فعل الخطيئة بس ومش مهم يعبدوا فهل عقابوا على خطياهم أم على عدم عبادته لا الرب لم يعاقب الشعوب لوثنيتهم موضوع الوثنية عبادته أو عدم عبادته ده مترك لحساب الآخرة حسب مش بس كده وبس لا مترك حسب الفرص اللي أتاحها الرب الإله لهذه الشعوب أتيحت لكل فرد على حدة أتيحت للأمة بهذا الشعب بصورة عامة فموضوع وسنيتهم هذا مترك ليوم الحساب في اليوم الآخر الأمر هنا لا يتعلق بمجرد خطية فخطية معناها الرب يؤدب ويعاقب الشعوب لا إحنا وضحنا من الحق الإلهي أنه حينما يمتلئ كأس الخطية كأس الشعب كأس هذه الأمة كأس الأفراد حينما يمتلئ من الخطية حينئذ يتدخل الرب يعني بمعنى واضح تفشي الخطية في المجتمع ويبقى شيء زي كأنه بيشرب الاسم كلمة من أفعال ظلم قتل إراقة دماء بريئة سحق الضعفاء كل هذا دون محاسبة القضاء الأرضيين وبالتالي يعن الظلم في المجتمع وضمير الإنسان يخبر أن كل هذه الأشياء ضد الحق الذي يعرفه من في الوسنين لا يعرف أن الزنا خطية وأن القتل خطية وبالتالي يعطي الرب فرصة للتوبة سنوات طويلة ليكون عقاب لشعب ما في عصر ما في وقت ما استحق العقاب بعد فرص التوبة هذه المقدمة للرب لله وخلينا أدي مثل يعني سدوه معمورة كم فيها الخطية نعم لكن لم يعاقب الرب إلا بعد أمرين الأمر الأول إعطاء فرصة للتوبة قرون الأمر الثاني هو بعد أن أصبحت الخطية منتشرة ومتفشية لما جاء الملكان للوت قيل هكذا في الوحي الإلهي فاجتمع حول الباب كل المدينة من الكبير إلى الصغير من الشيخ إلى الحدث إذن الخطية أصبحت منتشرة متفشية في هذا المجتمع وبالتالي الله يعاقب الشعوب حينما يتفش الظلم والقتل وإراقة الدماء والخطية بأشكالها المختلفة لازم الرب يتدخل ده جانب كمان إحنا ما بننسى أن الوثنية في حد ذاتها عبادة الأوسام ما هي مرتبطة بالخطية ومرتبطة بالنجاسة بكل أشكالها ومرتبطة بالتعامل مع أرواح شيطانية يبقى حتى الوثنية لو هي استمرت مجرد عبادة لغير الله هذه تترك إلى الوقت الذي سيعاقب فيه الرب الشعوب لكن لو ارتبطت الوثنية بعلاقات خاطئة مع الأرواح الشريرة مع الشيطان وبالتالي ما يطلب الشيطان من قتل من سفك دماء بريئة من نجاسات في هذه العبادة وتتفش هذه الخطية الرب أيضا يعاقب إذن ليس مجرد الوثنية نعم لكن تفشي الخطية في المجتمعات نعم طيب هو الأخ عنده كمان سؤال تاني بيقول لما ربنا استخدم أشور في عقاب بلاد معينة كيف سيعرف أشور أنه بسبب خطيتهم ربنا سمح له بتأديب هذه الشعوب يعني يقصد هنا الرب سمح كيف أشور يعرف أنه الشعوب دي خاطئة ده معنى السؤال نعم هو في فهمه أنه أشور متحرك أو لما تحرك لعقاب إسرائيل العشر أصباط الأولى أنه أشور فاهم أنه ده عشان خطيتهم نعم إلا هذا الكلام غير صحيح ده سلطان أرضي يمنح الرب للبعض مستخدما قوتهم في تأديب الشعوب الأخرى دون أن يدروا أو يعلموا أن الرب هو الذي يستخدمهم حتى في بعضهم ما يعرفش أنه الرب يستخدمه مش بس ما يعرفش أنه لعقاب هذه الشعوب ما يعرفش أنه ولذلك كان هذا خطأ نبوه خز نصر لما قال أنا بقدرتي وباقتداري أنا أسحق وأنا ربنا قال له لا أنا المتصلت في مملكة الناس وكان عنده اختبارين هذا أمر خاص بالنسبة له أمر خاص لما افتكر أنه هو اللي يستطيع أنه يقتل بقية الشعوب ليس شرطا أن يعرفوا أن الرب هو الذي سمح لهم بذلك مثل رجل شرير زي ما بنقول بالدارجة كده طايح في الناس وما هم مشحد يسمح الرب أن يؤدبه بمن هو شرير مثله أو أشر منه يعني هو طايح في المجتمع زي ما بنقول أنت عامل نفسك قوي طب هاي يجي لك الأقوى منك نعم فالرب سمح لهذا الشرير أن يؤدب بآخر شرير وهذا الآخر الشرير أيضا إن لم يتب سيأتي وقت يؤدب بآخر أيضا دي الفكرة الأساسية ولا أحد فيهم يعرف أنه ربنا بعته أنه هو يؤدب الناس در عشان هم خطاء لا السؤال خطأ طيب خلينا ننتقل للأخ سهيل الأخ سهيل عنده سؤال بيقول هل سيعاقب الله اليهود الذين أمرهم بإعمال السيف في شعب امتلأ كأس وقرر عقابه بسيف اليهود أم أنه لا يعتبر هذه خطية لهم لأنهم فعلوا ما أمروا به بلا شك سيعاقبهم في حالة أنهم سلكوا في طريق هذه الشعوب وبالمناسبة دي وصية ربنا قال لهم كذا يا أخ سهيل لو أنت برضو سلكتوا في طرق هذه الشعوب وفي خطاياهم السيف الذي جلبته عليهم سأجلبه عليكم يعني الفكرة الأساسية الرب يعاقب الخطية أينما وجدت في شعبه سيعاقبه في شعوب أخرى سيعاقبه أيضا وبالتالي عودة لسؤالك إذا الرب سيعاقبهم سيعاقب اليهود على شان يعني قام الرب بتأديب شعوب أخرى من قبلهم هل سيعاقب اليهود نعم لو سلكوا في طريق هذه الشعوب أو في خطايا معينة بعناد نعم سيؤدبهم الرب وهذا الأمر لا ينطبق فقط على بن إسرائيل بل حتى على الشعوب الوسانية استخدم الرب أشور لتأديب شعوب المنطقة كلها حتى نزلوا إلى مصر نعم وبن إسرائيل ولكن حينما افتكر أشور أنه باقتداره ربنا عاقبه برضو والعاقبه لأنه كأسه امتلأ أدب الرب الشعوب ببابل وحينما امتلأ كأس بابل أدب بابل أدب الشعوب المحيطة بداؤود في عصر من العصور وحينما امتلأ كأس إسرائيل أدب إسرائيل أيضا إذن حيث ما يمتلأ كأس شعب أو شخص الرب يؤدب هذا الشخص أو هذا الشعب معاقب الرب فرعون نصر وسنحاريب الأشوري وبابل نبوخز نصر أيضا وغيرهم من شعوب فالشعب الذي يستخدم الرب ليس معفيا من التأديب إلا إن لم يسلك في هذه الخطأ إن سلك برا أمام الرب خلاص إذن أعود بسؤاله نعم سيؤدب الرب حتما لو أنه لم يلتزم بأن يسلك في بر دون أن تكون هناك الخطيئة المتفشية في هذا الشعب والأمة طيب هو يعني توضيحا للحتة دي إحنا لو تكلمنا مثلا عن الدول الحالية العلمانية الملحدة ما بتعرفش ربنا بيحصل عندهم مشاكل وعندهم اضطرابات يعني الله ده بعيد خالص عنهم فهل المطلوب حسب الأسئلة اللي بتتقال دي إنه إنه الشعب ده يعني هل الشعب ده يسلك بحريته زي ما هو عاوز ويترك الإباحية والمخدرات وغيره وغيره وما فيش حساب بعد كده لا بد من الحساب شوفي لو في حساب أرضي خلاص ربنا بيحترم هذا الحساب الأرضي يعني مثلا في قاتل ظلما أراق دم إنسان بريء نعم وجاء القضاء وحكم إنه القاتل يقتل خلاص رب يحترم هذا القضاء لأنه هو ذكر أن الأرض بينجس الدم وأن الأرض لا تتبرأ إلا بإجراء العدالة على القاتل عشان كذا أنا ذكرت قبل ذلك لو ذكرت لما كنا منعمل حلقات عن اضطهاد المسيحيين في الشرق قلت أن هذا الدم يطالب صحيح فإنت يا قضاء مش عشان أنتم مسلمين بتسيبوا الدم المسيحي يهرق على الأرض دون حساب للفاعل لأن الرب سيطالبك أنت ققاضي وسيطالب القاتل أيضا فإذا إن كان هناك حساب أرضي يحترم الرب هذا الحساب الأرضي لأنه أجر عدلا لكن إنه يكون فيه رشوة عشان كذا الرشوة في الكتاب المقدس شيء بينظر له قشع بالضبط عن القضاء الرشوة والقاضي يعني خلص وأخذ رشوة فيظلم والدم البريء لا يأخذ حقه وبالتالي يعتقد البعض أنه ربنا يسيب الشعوب كذا لا ربنا حاوده لسؤالك لا ربنا مش هيسيب الشعوب كذا يتركها في حين في وقت إجراء القضاء الأرضي عليها لكن لو لم يحدث إجراء قضاء أرضي وامتلأت الخطيئة حتى الرب قال لأوروشاليم أنه امتلأت دم بريئا مش حسيبة مع أنها منسوبة لي مدينة الملك العظيم لكنه قال لن أتركها لأنه امتلأت دم بريئا بريئا إذن الرب حينما لا يكون هناك تأديب أرضي لا محال سيتدخل مهما كانت هذه الدول ما أخذ شكل علمانية أو ديمقراطية أو كل هذه الأشكال لأنه إحنا اليوم بنشوف في دول علمانية كثيرة أباح الإجهاض من الذي يعطيك يعطيك الحق في قتل الإنسان الأجنة في بطون أمهاته مين شوفي هنا ده 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 بقى يد الشيطان واضحة جدا في هذا الأمر يمكن حلقة السابقة تكلمنا عن العاوز يعيش بمزاجه بعيد عن الوصائب بتاعة المسيح في موضوع الزواج المدني هذه الشعوب تريد أن تحقق شهواتها الخاصة وحتى لو كان لهذه الشهوات نتيجة لا يقتل هذا الطفل يجهدوه وبالتالي بيعتقدوا أنه ما يكون في حساب الأطباء الذين يشاركون في هذا القتل سيعاقبهم الرب مهما اعتقدوا مهما فكروا مش عاوز يعني أقول ربما يعاقبهم في أولادهم كمان لأنك أنت بتقتل أولاد ربنا صحيح لأن الخليقة دي بتعات ربنا والمؤسسات يعني دلوقتي في أوروبا عادي جدا أنت واحد لو تكلم عن الإجهاض أنه خطأ منظمات كثيرة تسور وكأنه دا الصح لا سيكون هناك عقاب عودة لسؤالك سيكون هناك عقاب لهذه المؤسسات ورجالها والتابعين لها كل هذه المنظومة سيكون لها عقاب نعم نعم طيب خلينا نشوف سؤال تاني لدي سؤال بمناسبة طرحك لتأديبات الله للشعوب والحروب كيف نفرق بين الإضطهاد والتأديب دا سؤال حلو عجبني لأنه يعني حينما يقع ألم على الكنيسة نعم البعض يقول طيب دا إضطهاد والبعض يقول طيب دا ما ممكن يكون تأديب الإضطهاد ينمي الكنيسة بين المية الإضطهاد كل عصور تاريخنا المسيحي نمت الكنيسة وازدهرت واستطالت في الإضطهاد الإضطهاد في الثلاث قرون الأولى حول أعظم إمبراطورية في التاريخ اللي هي الرومانية أصبح يعني تاج الإمبراطور مرصع بالصليب بالصليب فالإضطهاد ينمي الكنيسة ويشعلها ويلهبها التأديب الهدف منه تنقية الكنيسة وفي ذات الوقت كثيرا ما يستخدم الرب الإضطهاد لنمو الكنيسة من جانب زي ما ذكرت وأيضا لتنقية شعبه من جانب آخر لتقصير شعبه ممكن يكون أيضا هذا الجانب في تأديب الرب في التأديب نجد الرب يسمح بأن يكشف خطايا حتى قادة في الكنيسة لتنقيته ده في التأديب إنما في الاتهاد نجد أنه الرب يتمجد في كنيسته الكنيسة البسيطة الكنيسة التي ليس لها أسلحة هذا العالم يتمجد في ضعفها ده في أوقات الاتهاد يسمح بضربات قد تصل إلى الاستشهاد ولكنه في هذا الاستشهاد يتمجد نعم ويخرج قوة النسيحيين في الاستشهاد بأن يقبلوا الاستشهاد دون خوف بشجاعة وبسالة وبفرح لأنهم فهمين مكان الشهيد ويعطي عزاء غير عادي لأهل هذا الشهيد وأعتقد الأيام السادقة يعني تحدثت بكل هذا الكلام على نية لا يستطيع أحد أن يزايد في هذا الأمر إذن ده الفرق بين بين الاتهاد وبين تأديب الله لشعبه هل ممكن يعني مش يختلطوا بس هل ممكن الله يعمل بالاثنين مع بعض الرب يسمح بالاثنين مع بعض يستخدم الاتهاد كتأديب أنا ذكرت يعني من شوية ذكرت أنه حتى الاتهاد على الكنيسة والعكس التأديب على الكنيسة يمكن الرب يستخدم الاثنين يعني اتهاد للتأديب والتنقية تأديب للتنقية ولتصحيح أوضاع معينة خاصة في الناس اللي بتعرف في الخدام اللي بيعرفوا من كبيرهم إلى صغيرهم فممكن الرب يستخدم هذا لكن الصورة العامة أو الهدف الرئيسي للاتهاد هو بيكون نمو الكنيسة للتأديب تنقية الكنيسة نعم طيب طيب إحنا عندنا يعني فيه عدة أسئلة من الأخ خليل خلينا نشوف نبدأ بالسؤال الأول إذا كان عقاب الله للخطيئة قائم ومستمر إلى اليوم كما قلت فلماذا إذا ترك المسيح الزاني التي أمسكت في ذات الفعل ولم يوقع عليها قصاص الشريعة وهو من سنها بداية يعني أنا بشجع الأخ خليل وبشكر من أجل أسئلتك وبشكر بقية الأحباء اللي أرسله أنه يتابع معنا تأديبات وعقوبات الرب في العهد الجديد عشان حتة ديها تساعده نعم أما ثانيا موضوع موضوع الزانية يقول هو من سن هذه الشريعة نعم لا هنا أنا أختلف معه هو سن أي شريعة الشريعة التي في العهد القديم ولا الشريعة اللي جابوا بيها المرأة التي أمسكت في ذات الفعل نعم هذه شريعة ملخص البلاي ببساطة لأن الشريعة التي سنها المسيح فهو الكلمة في القديم كما هو في الجديد هو كلمة الله أن الرجل والمرأة يتم رجمهم نعم لم يقل هاتوا المرأة الضعيفة هاتوا الطرف الضعيف وخلوا الرجل يهرب بعدين الفكرة الأساسية هما أوقعوا أنفسهم في ورطة كبيرة جدا أمسكت في ذات الفعل يعني أمسكت في فعلها نعم وهي تزني نعم يعني الرجل كان موجود قدامه نعم صحيح لكن لأنه مجتمع الذكوري ببساطة صاب الرجل وآتوا بالمرأة الضعيفة فإذن بداية هما كسرين للشريعة لم يحترموا الشريعة وآتوا للمسيح له كل المجد بقضية أركانها ساقطة نعم وعايزين يبارك هذا الكسر للشريعة حاشا المسيح لا يكسر الشريعة ده ده جزئية مهمة جدا الجزئية الثانية المسيح لم يقل لهم لا ترجمها بالعكس قال لهم يرجمها بس حطوهم بشرط اللي هيبدأ نعم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر أولا الأول اللي فيه كلها يضرب ده يكون بلا خطيئة وبالتالي حينما نزل ليكتب على الأرض قرأت في هذا الموضوع كثيرا أنه كتب خطايا هؤلاء المسكين الحجارة نعم وحينما كتب للمرة الثانية وكأنه وضع أسماء أمام بعض الخطايا تركوا حجارتهم وذهبوا تركوا المشهد والمسيح له كل المجد وضع شرط من كان منكم بلا خطيئة كلهم بكتتهم ضمائرهم عرفوا أن عندهم خطايا ألقوا حجارتهم لم يبقى في المجهد إلا واحد بلا خطيئة هو المسيح له كل المجد هو الذي يستحق أن يرجم لكن لا يرجم والقضية خاسرة القضية ليست أركانها كاملة وهو الذي آت لخلاص وليس لهلاك وقتل وبالتالي نقل خطيتها على عمل صليبه الذي سيقدمه وقال لا اذهبي لا تعود تخطي أيضا وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقول لها اذهبي لأنه الوحيد الذي حمل خطيتها كما حمل خطايا العالم كله فهو تحمل عقابها الذي هو القتل تحمل المسيح على الصليب كما تحمل عقاب كل البشرية كما يتحمل خطيتي وما احترامي لك خطيتك وخطية كل الناس على الصليب شهر خطايا العالم فمن يريد أن ترفع عنه عقوبة الخطية وهو الموت الأبدي عليه أن يقبل المسيح حينما يقبل المسيح ويقبل عمل الكفاري ترفع عنه كل خطايا التي فعلها والتي تستوجب الموت ده الإيمان المسيحي ببساطة وبوضوح فإذا نعم هو سنة الشريعة ولكن ليست هذه الشريعة التي أتوا هم بها وهم كسرين أساسا يعني أهم أركان هو أن الطرفين يكونوا مع بعض إذن الجزئية دي خارج إطار الموضوع الذي نتكلم فيه وهو العقوبات التي يؤدي بها الرب الشعوب نعم بس نحن طبعا خدنا على المرأة المرأة الزانية وخصصنا لها حلقة بس وإنت تتكلم كمان الواحد يعني هو ترك الزانية أو يعني ما أدنهاش وهو ديان العادل بننسى أنه ما هو زي ما ساب الزانية وقالها امضي بسلام أو يعني خلاص ولا أنا قدينك ما هو كمان ما دانش دول طب فين دينون الدول صح طبما أنت ما هو اللي بيبص للزانية طبما أنت جايب ناس يعني دول ممكن يدخل في شهود الزور لأنه ما جموش الراجل صحيح وكسر الشريعة لأنك أنت برضو ما جبتش الراجل صحيح غير خطاياك اللي أنت يعني مش ضمنيا لكن أنت بتركك الحجر رمية الحجر وسبت المكان أنت بتعترف أنه أنت إنسان خاطئ صحيح إذن أنت كاسر برضو للشريعة يعني زيك زيها صحيح فليه بنبص دايما للمسيح اللي ساب الزانية طبما المسيح ساب كل دول ساب كل دول وساب اللي صلبوه وساب صحيح ساب اللي تأمروا عليه نعم مع أنه كلهم يستحقوا الموت صحيح أنت ذكرت حتى فكرتيني بالشريعة في العهد القديم شهادة زور نعم قلت عن هؤلاء أنهم شهود زور نعم عرف عقاب شهادة زور إيه في العهد القديم في الشريعة لو واحد شهد زور على شخص بتهمة ما كاذبة وهذه التهمة عقابها الموت عقاب القتل أو الرجم وتم الاكتشاف أنه شاهد زور العقاب الذي كان سيقع على هذا الشخص يقع عليه على الفور يتم رجمه هو لأنه شاهد زور طيب لو كان مثلا جلد سيجلد هو نعم العقوبة التي كان شاهدا عليها زورا هو حيتحملها نيابة عن هذا الشخص هذا شاهد الزور في الكتاب المقدس يتحمل العقوبة التي كانت ستخلع أو ستطبق على البريء نعم فهذول كلهم زور شهداء يعني كان يستحق الرجم أيضا نعم وسامحهم أيضا المسيح صحيح وسامح المرأة الزانية التي جاءت ودهنت قدمه بالطيب نعم وقال لها مغفورة لك خطيئا إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام فإذن المسيح لما يعني قال كلمة مهمة جدا ما جئت لأهلك بل لأخلص نعم فذه الإرسالية الأولى رسالة المأل يعني مجيء المسيح الأول هو مجيء للخلاص لكن المجيء الثاني آه هو للدينون بقى نعم المجيء الثاني رهيب المجيء الأول غنت الملائكة المجيء الثاني مرعب على الكل ما عدا أولاده الذين آمنوا به دول لها هيرفع راسمه من تظربه أمين تعالى يهرب يا أمين أمين طيب خلينا هو عنده برضو يعني سؤال الثاني بس يعني تقريبا إكمالا للسؤال الأول بيقول لماذا لا تطبق الكنيسة اليوم قوانين عقوبات العهد القديم على شعبها لماذا لا يتم رجم الزاني والزاني ولماذا يقول في يحنى لأن النموس بموسى أعطي أم النعمة والحقفة بيسوع المسيح صارى ألا يتعارض ما جاء في هذه الآية إذا كان إذا كان الكنيسة ستعاقب بالموت فما الذي فعله المسيح نحن بنقول المسيح رفع الموت رفع عقوبة الموت فما فعالية كفارة المسيح له كل المجد وهل دور الكنيسة استشفاء الناس أن يأتوا إلى الكنيسة ولا قتل الخطى لا ما هو لازم نفهم أن المسيح نسف قوة الخطية ومعادش للمؤمنين الحق في قتل أي شخص ما عاد لهم هذا الحق بعد المسيح كل عقوبات الموت هو حمل على الصليب الجلد هو جلد نيابة عنه الآلام تألم نيابة عنه والموت مات على الصليب نيابة عن العالم فلم تعد للخطية قوة في المؤمنين بالمسيح واحد مسيحي أخطأ إذا أنت جيت تقول أنه آه دا زنى إذا يجب قتله رجمه إذا أنت بتشيل صليب المسيح وعمل صليب المسيح وكأن المسيح لم يعني يرفع الموت عنه ما هو زي ما أنت ذكرت عن الزانية ومسكت في ذات الفعل اذهب ولا تخطي أيضا والمرأة الزانية التي دهنت أقدامه والراجمين الزور برضو إذن أطل المسيح فعالية الخطيئة وحيث تؤمن الكنيسة أن أولادها مفديين مفديين يعني يعني لا يقع عليهم الموت فكيف تطبق عليهم الموت الذي حمل المسيح على الصليب له كل المجد القاتل فقط لأنه أزهق روحا ليست ملكه الروح ملكي لله وهنا تركت الكنيسة هذا الأمر للأحكام الوضعية الموجودة هذا القانون الوضعي ربنا علمه لنح من أول مطلع من الفلك القاتل يقتل يعني وافق على القضاء الأرض بأن حكم الموت يصدر على القاتل بس ده اللي يعني الكنيسة ليست لديها منع أن الدولة تعمل كذا إنما الزاني يعطى فرصة للتوبة لأنه المسيح أعطى وهذه الرسالة الأساسية فرصة للتوبة حتى تحيى الروح ويعيش في المجد الأبدي أما بالنسبة الآية اللي هو ساقها أن النموس بموسى أعطي أما النعمة والحق في بيسوع المسيح صارا فهي لا تتكلم عن توقف الربع عن تأديب وعقوبة الخاطئين تتكلم عن عطية الله في المسيح يسوع تتكلم عن موضوع اللي أنا ذكرته دلوقتي عطية النعمة للحياة الأبدية أنه بالموت أمات الموت الناموس بموت يعني هو نفسه ذكر الآية نعم اللي بتستشهد بالكلام بتاعه الناموس ما بيبص للنوايا ما بيبص إنه قاصد ولا مش قاصد نعم حيتوب ولا مش حيتوب الشريعة عملت كده هتعاقب لا عهد النعمة غير كده عهد النعمة المسيح تحمل هذا العقاب ثم ترك فرصة للتوبة فبالموت أمات الموت وسلب قوة الخطية في عقوبات الناموس وأعطى فرصة للتوبة طالما لم يمتلئ الكأس طالما لم يمتلئ الكأس بالضبط حتى كنت لسه حسألك عنها يعني الزانيا دي النهاردة لو مثلا مسيحية وأخطأت مرة وتهبت يحكم عليها بالموت ووحدة استمرت في خطيتها استمرت خلاص هي عايزة تعيش في الخطيئة يحكم عليها بالموت مين فيهم اللي يحكم عليها بالموت ومين اللي يتاقب بالضبط هو بقى الرب ترك الموضوع ده لهو هو بقى اللي يعاقب حتى لو بالموت الجسدي بطريقته الخاص في أحداث النهار التي تحدث هو يعاقب لكنه يعطي الفرص فرصة والأخرى فرصة والأخرى لأنه لأنه رائع جدا في محبته في غفرانه وفي تسامحه وهو يعرف طبيعتنا فهو عاش في الجسد مختبر كل شيء مثلنا بلا خطية وبالتالي يعطي الإنسان الفرصة أن موسى اللي هو الآية اللي هو جابه أخون المحبوب لا ينتظر أن يمتلئ الكأس يعني مش واحد زنبي يقول الدول فرصة لحد ما يمتلئ كأسه من الخطية لا هو مرة واحدة عقوبة الرجل هو آدم عمل إيه أنا دائما بذكر المثل ده علشان الناس تنتبه آدم عمل إيه وكل من الشجر أدت إلى حياة موت أبدي موت أبدي فإذن العودة لسؤاله الآية اللي هو وضعها النموس بموسى أعطيه هي تؤكد اللي نحن بنقوله نعم وهي لا تتكلم عن أنه لا توجد عقوبة ولا توجد خطية خلاص عصر النعمة لا ولذلك مهم جدا أنه يتابع معنا الحلقة القادمة اللي ستكون يعني هي تأديبات في عهد النعمة نعم واللي فيها عقوبات قاسية للخاطئين عقوبات قاسية لغير التائبين في عهد النعمة فأرجو أنه يتابع معنا الحلقة دي وأعتقد توصلك الفكرة بنعمة الرب طيب عشان نكمل بس الجزئية دي في عصر بولس كان في حدي زاني كان في شخص زاني في الكنيسة صحيح في خطر لما يعزل من شركة المؤمنين نعم شركة المؤمنين أهميتها روعتها أنه روح المسيح واللي بيجمعه فحينما يعزل دم وسطهم حيعرف أنه الضربات في الخارج صعبة وقاسية جدا وبالتالي إلا يتوب عشان كده في الرسالة التانية لما تاب قال لهم مكنوا له المحبة نعم خلاص يرجع مرة أخرى مكنوا له المحبة لأنه يكفيه التأديب اللي هو أخده نعم لكن أشكرك للجزئية دي هو ما قال دا يرجم نعم فإذا كانت الكنيسة الأولى فهمت أن هذا الأمر أصبح خاصا في يد الله وأن كل الخطى لهم فرص التوبة ولا أحد له الحق في إزهاق روح شخص الذي تزهق روحه فقط هو القاتل والكنيسة لا تقوم بهذا الأمر اللي يقوم به الدولة لأن المسيحية ليست دولة نعم عمرها المسيحية لا في بدايتها ولا في مجيء المسيح ستكون دولة المسيحية علاقة شخصية حلاقة حياة بالمسيح في وجودنا في مجتمعات مختلفة حول العالم نحترم هذه القوانين الموضوعة الوضعية نعم لكن في حياتنا الروحية لنا قيم أخرى حياتية أخلاقية روحية إلى آخرهم نعم طيب أنا بشكرك خلينا هو عنده سؤال كمان الأخ خليل عنده سؤال ثالث أيضا هو يقول يعني أيضا أضيف سؤالا آخرا يحتاج توضيح منك بخصوص ما قلت في الحلقات الماضية بأن سبب عقابه هلاك الله للشعوب في العهد القديم هو ارتكابهم الفسق والفجور بصورة مستمرة سؤالي في هذه الجزئية هو كيف يتوقع الله من تلك الشعوب أن تنصت لصوت ضميرها وعدم الاستمرار في الشر وهي لم تعاصر فداء المسيح والإيمان به لتنارى الطبيعة الجديدة التي فقط من خلالها كانت تستطيع أن تتغلب على طبيعتها الفاسدة وعدم الاستمرار في الشر هو بس الأخ خليل ما خلاش لباله أن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء هي سميت شجرة معرفة الخير والشر سميت بهذا الإسم لأن إذا آدم عصى وأكل منها ستكون هذه النتيجة معرفة الخير والشر فمعاد معرفة الخير والشر مستني الفداء من اللي قال معرفة أن هذه خطية تحتاج إلى شريعة عشان تبين للإنسان مثلا حديكي مثالين أو للأخ خليل مثلا الإنسان بيعرف ربنا وأناس ما بتعرفش ربنا الإنسان بيعرف ربنا حاخد يوسف قبل الشريعة نعم وطلبت منه زوجة فطفار أن يصنع معها الشر ما الذي قاله كيف أصنع هذا الشر عرفته من فين شر ما في الشريعة بتقولك لا تزني لم يقل الله للإنسان في أي شريعة لا تزني من فين يوسف عرفه شر ضميره الحي في داخله عرف أنه ده شر كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله يبقى هنا آدي يوسف نموذج للناس اللي بتعرف ربنا نعم شعب نينوى اللي ربنا قال خلص هذا الشعب أنا سأعاقبه بعد أربعين يوم تنقلب نينوى هل يحتاجوا فداء عشان يعرفوا أن أفعالهم هي اللحد تؤدي إلى الهلاك ده استجابوا لمنادات يونان ولم يحتاج أي واحد منهم لأسأل هل ما نقوم به هو خطيئة أم لا تابوا على طول تابوا فالمنادات يونان اعتمدت فقط على تبليغ العقاب تصوري مش على تبليغ ما تفعلون تبليغ العقاب بعد أربعين يوم تنقلب نينوى عليكم أنكم أنتم بابتوب إزاي وما قال لهمش صوموا ما قال لهمش لبسوا مسوح ما قال لهمش نادوا في كل المدينة نعم ده الأمر وصل لحد الملك الكل تابوا لبس مسوح فإذن الناس بتفهم بالضمير أن الأمر اللي بيفعله ده خطيئة أم لا أفعالهم اليومية فيها ظلم فيها جور ربما قتل يبقى هما فهمه بيفهمه يعني شعب نينوى وفاهم أنه هذا العقاب سيأتي بسبب الخطيئة فصوت الضمير يعلن للإنسان طبيعة أفعاله منذ بداية الخلق يعلن له طبيعة أفعاله ولم يكن عمل الضمير وطبيعته متوقف أو مستني انتظار الفداء عشان يورينا أنه ده خطيئة أو لا فأنا أعتقد أنه يعني السؤال ممكن الإنسان يكون فاهم جزئية معينة أو مركز على جزئية معينة هو شايف أنه الطبيعة الجديدة يعني اتخيل أنه الطبيعة الجديدة هي اللي ترفض الخطيئة تقدر تميز بين الشر طيب إذا قلنا كده وهو غير صحيح الشعوب العالم كله بيعرفوا الخطيئة بيعرفوا أنه ده غلط لو رحنا لشعوب وثانية بيعرفوا أنه ده خطيئة غلط أنه يتعامل صحيح بدون ما يكون حتى في حياتهم أو في قيمهم مفهوم الفداء نعم مش موجود نعم قبل وبعد الفداء معروف أنه ده خطيئة لا يجب أنه الإنسان يرتكب أو يمارس يعني نعم فإحنا قدينا مثلين يعني ممكن ندي مثال أيوب ممكن ندي أمثلة لأصحابه الثلاثة ما دول كله من ناس عاشوا قبل الشريعة نعم ومع ذلك كانت الخطيئة بالنسبة له مفهومة جدا أنه عمل ضد إرادة الله وعمل نجاسة نعم فلا الأمر لا ينتظر الفداء ليعرفوا أن ما يقومون به فعل خطيئة أم لا لأن الضمير قاسم مشترك بين كل البشر بيعرف الإنسان أن ما يرتكبه صح أم خطأ نعم طيب خلينا نروح لبعض الأسئلة الثانية في الأخ عزة عنده سؤالين كمان لقد قلت يا أخ وحيد أن الله لا يهلك اليوم المجتمعات الفاسدة لأن هناك ركب ساجدة تصلي وتشفع من أجله سؤالي لك في هذه الجزئية ما ذنب المديانيين الذين أهلكهم الله إذ لم يكن لديهم من يتشفع لهم بعدم هلاكم كما تشفع موسى لبني إسرائيل ووقف الله ووقف لله في الصغر السؤال مش دقيق والسؤال في أخطاء والسؤال جاب موضوع موسى موسى لما وقف في الصغر لم يكن في حادثة المديانين بداية أصحح السؤال في الأول لأنه يقططع جزء من الكلام يعني ما قلناه أن الكلام كان مبني على فكرة طيب ما في ذلك الوقت مجتمعات فاسدة فكان الكلام قلت أنه لو كان هناك مجتمعات فيها فساد ولكن فيها ركب منحنية فإن الرب يمكن أن يوقف أو يؤجل عقابه من أجل هذه الركب المنحنية زي ما ذكرنا مثل سدوم عمورة نعم سدوم عمورة لما إبراهيم وقف يتشفع قال له ديان كل الأرض لا يصنع عدلا أتهلك البار مع الأثيم ربما يكون في خمسين قال له من أجل الخمسين أنا أصفح نعم ولا كان في أربعين ولا كان في تلاتين ولا كان في عشرين ولا كان في عشر يعني إذن بالنسبة إلى الشفاعة هي مرتبطة بأنه ممكن الرب يرحم لكنها ليس في المطلق لأنه ممكن كأس هذا الشعب خلاص امتلأ صح فيه ناس كويسين ما هو لما كأس سدوم وعمور امتلأ بس طلع لوت بناته طلع الناس بتوع الكويسين لكن أنزل العقاب على الآخرين أما بيقول ما زنب المديانين حيث لا شفيع لهم طيب ببساطة جيد أولا أنه السؤال متعلق بحادثة موضوع المديانين يعني زكر موسى كشفيع لبن إسرائيل علشان كده الحتة دي ما فيهمها كويس في وجود موسى في هذه الحادثة ربنا أمات من شعب إسرائيل 24 ألف يعني فين موسى شفاعته نعم فهو مشى لشفاعة موسى في حتة تانية وبالمناسبة حتى قبول الرب لشفاعة موسى كان قبولا مؤقتا تصوري ناس كثيرة ما بتنتبه للجزية لما تشفع من أجل قال له أنا حبيد دول كلهم خلاص لاس الكبار دول في وقت الإفتقاد أيوة أفتقد خطيتهم بالضبط فموسى تشفع فكل العامل ربنا قبل شفاعة موسى كتأجيل للعقاب لم يدخل واحد أرض الموعد كلهم أفناهم في البرية خلال أربعين سنة فإذا حتى شفاعة موسى قبلت تأجيل العقاب وإعطاء فرصة لكل شخص من هؤلاء بأنه سيعاقف في وقته إذا لم يستغل لم يستخدم هذه الفرصة التي أعطيت له يعني إذا الموضوع مش في المطلق مش في المطلق يعني زي ما حصل كمان مع نفس بني إسرائيل ورفض الرب الإله يعني لما كان بيقول لهم ذكرني بالكلام بالضبط لو وقف أمامي ساموئيل صحيح أنا جايب الأيات دي بالمناسبة أنا جايبة هذكورها دلوقتي ليه لأنه ده مش في المطلق يعني كويس أنه ذهنك حاضر لأنه إذا كانوا بيستحقوا الموت وكأسهم انتلأ حتى لو فيه من تشفع لهم ربما الرب لا يستجيب وربما يستجيب لكن أنا عايز أوثق في البداية عايز أقول يعني القضاء الإلهي على خطية مديان متكافئ مع القضاء الإلهي على بن إسرائيل عاقب شعبه هنا وعاقب المديانيين هنا بالرغم من وجود موسى بين شعب إسرائيل نعم فالسيد الرب حينما تكلم عن سدوم وعموره سيد الرب في العهد الجديد وجود العشرة في العهد القديم دول كان مش بس ركب دول يأثره كمان في هذا المجتمع نعم ولو صنعت هذه القوات المصنوعة في سدوم وعموره تابتا قديما في المسوح ورمت فالموضوع مش مطلق بالنسبة للمديانين كان الرب قضى عليهم بسبب خطياهم كانت فعلا تستحق الوقت بتاعهاجه فأحيانا يوقع الرب العقوبة لأنه لا بد منها حسب حكمة السيد حتى ولو في شفع وشفنا موسى هو موجود الرب قاضي عادل يعرف متى يسمع متى يغفر متى يصبح متى يعاقب وأنا حد الأمثلة التي ربما ذكرتها هاروح لحسقيال 14-12-21 يقول الرب وكانت إلي كلمة الرب قائلة اللي بتكلم هنا حسقيال يا ابن آدم إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودنيال وأيوب عمالق يعني كل واحد فيهم عملاق وبر وقداست يعني فيقول الوحي فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب ببرهم شوفي يعني حتى إذن نوح ودنيال وأيوب لو وقفوا يتشفع وبعدين يكمل يقول إن عبرت في الأرض وحوشا ردية فأذكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش وفي وسطها وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة برضهم هم فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنت هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خاربة أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف أعبر في الأرض وقطعت منها الإنسان والحيوان وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح وأيوب ودنيال يكمل فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنت بل هم وحدهم يخلصون شو بدي أمثلة حرب سيف مجاعات هنا بيتكلم عن أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض بسبب الخطيئة 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 وسكبت غضب عليهم بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان وفي وسطها نوح ودنيال وأيوب يقول فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم ببرهم ثم يكمل يقول لأنه هكذا قال السيد الرب كم بالحري إن أرسلت أحكامي الرديئة على أوروشاليم سيفا وجوعا ووحشا رديئا ووباء لأقضع منها الإنسان والحيوان فإذا شوف يعني هو جاب أوروشاليم كمثل يعني حتى أوروشاليم لا أشفق طالما امتلأ الكأس نعم فهنا عايز أجيب برضو دحس خيال بتكلم بوحي إلهي طيب الأمر لي صدى في أرمياء طيب عايز أقرأ برضو جزئية من أرمياء سبعة ستاشر وطمنتاشر يقول له وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب شوف كده عزيز المشاهد وأنت يا أرمياء فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح علي لأني لا أسمع يا طب ليه يا رب فيه إسمع معي أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذة وفي شوارع أوروشاليم الأبناء يلتقطون حطبا والآباء يوقضون النار والنساء يعجن العجين ليصنع نكعكا لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلها أخرى لكي يغيظون طيب يعني هنا العيلة كلها مشتركة الأبناء يجيبوا الحطب والآباء يوقضوا النار والنساء يعملوا العجين ما شاء الله يعني الأسر كلها بقت مشتركة في عبادة الأوثان قلوا ما تصلي من أجله مش هسمعك طب فيه شفيع أرمية رائع جدا نعم رجل يعني تقي وورع ونبي من أنبياء الله العظام ما تصليش مش هسمعك في هذا الإطار لو رحت للأرمية 14 وقال الرب لي لا تصلي لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير حين يصومون لا أسمع صراخهم وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم يعني يعني بص الكاسة ملة والربعة وزعاق بشعب أو أمة مهما قدموا من ذبائح ستبقى شباهة الشيء يعني ربنا ما بيبص بس أنت بتصوم إزاي ولا بتصلي إزاي الحياة بتاعتك شك لا إي بصورة عامة يروح يكمل هنا جزئية هامة جدا في السياق بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم فقلت آهن ده أرمياء بتكلم أيها السيد الرب هو ذا الأنبياء يقولون لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم دول أنبياء كذبة مشانا اللي باعتهم ولا كلمتهم برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم يكمل لذلك قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم وهم يقولون بأولئي الأنبياء الكذبة لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء اللي أنتو بتقولوا ما في السيف أنت يا أنبياء يا كذبة بالجوع والسيف تفنوا ثم يكمل والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحا في شوارع أوروشاليم من جرى الجوع والسيف وليس من يدفنهم هم ونساءهم وبنوهم وبناتهم وأسكبوا عليهم شرهم فهنا الجزئية واضحة جدا عزيزي خليل شو اسمه الأخ خليل عزة أخ عزة أنه الفكرة ليس مجرد وجود شفعاء كان موسى موجودا والربع قبل الشعب نعم كان إرمياء موجودا قاله لا تصلي ذكر الرب أنه لو في مدينة فيها نوح أيوب ودانيال يعني اختار عمالقة لحيخلص نفسهم طالما أنه الشعب سوري مجرد عبادة تقليدية بروح يقدم زبائح وهو حياته بعيدة قال له لا لن أسمع وعشان أكمل الفكرة لو سمحتي لي هاخد هنا من أرمياء خمستاشر واحد إلى ثلاثة ثم قال الرب لي شوفي الكلام الصعب وإن وقف موسى وصمويل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب أطرحهم من أمامي فيخرجوا يعني شوف موسى كشفيع وصمويل اللي تشفع أمام الرب في عهده لشعب إسرائيل والرب استجاب قال له شوف لو موسى وصمويل العمالقة الاثنين دول وقفوا قدامي لن يكون يعني لا تكون نفسي نحو هذا الشعب فإحنا لو جمعنا موسى وصمويل ونوح وأيوب ودانيال وأرمياء وحسقيال نحن نتكلم عن العمالقة السبعة الموجودين في الكتاب المقدس عمالقة فإذن الفكرة ليس مجرد شيء مطلق وجود شفيع يبقى فيه فيه غفران لا حتى لو فيه شفيع لكن الشعب لا يستحق هذه الشفعة لن تتفاعل مع حياته ليس منتبه ليس عاوز خلاص الربي عاقب فهنا يكمل إن وقف موسى وصمويل الأمام لا تكون نفسي نحو هذا الشعب أطرحهم من أمامي فيخرجوا ثم يقول الذين للموت فإلى الموت والذين للسيف فإلى السيف والذين للجوع فإلى الجوع والذين للسبي فإلى السبي وأوكل عليهم أربعة أنواع يقول الرب السيف للقتل والكلاب للسحب وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاكي كلام صعب لكن يتناسب مع ليس مجرد خطيئة الإصرار على الخطيئة رفض الرب رفض التوبة سنوات هذا عدد يعطيها الرب للإنسان وهو مش عاوز فخلاص سبب بياخد إيه ثمرت أفعله بتكون على رأسه طيب الموضوع ده وإحنا بنتكلم عن شعوب وإحنا كنا أنت ذكرت الجزئية دي إنه كمان مع الأفراد صحيح يعني أنا وأنا فرد إذا كنت سالك مع المسيح أو مش سالك ممكن أكون مسيحي وعندي خطيئة معينة أنا ماشي فيها مش قادر أتوب عنها مش عاوز أتوب عنها أنا بحب الخطيئة دي وماشي فيها يعني يعني خلينا نأخذ حتة عن الفرد كمان يعني يعني إيه اللي أنا ممكن أتوقع من الرب الإله إنه يعمل معي لا أنت ذكرت حاجتين مختلفين عن بعض أنت ذكرت مش قادر ومش عاوز دفر كبير جدا لأنه مش عاوز يبقى معاند الرب حيدي له فرص لكن حيكون الضربات عليه بعد كده صعبة لو لم يستجب كويس مش قادر وبيصرخ بقوله ربنا ساعدني أنا عاوز بس مش قادر ربنا بيصعب مرة ولا مرة سمعت أحد رجال الله يقول يعني واصل في محاولات التوبة إلى أن تأتي التوبة يعني ممكن في محاولات للتوبة هو الإنسان بيستغرب أنا توبت هي دي محاولة للتوبة لكن التوبة بجد هي عدم الرجوع مرة ثانية لهذا الخطأ فواصل في محاولات التوبة إلى أن تأتي التوبة ستأتي طالما الإنسان بيحاول فاللي بيقول أنا مش قادر لكن يا رب ساعدني ربنا بيساعد مش هيسيبه لكن اللي هو رافض وعنادي ومصر في الخطأ بتاعه مرة اتنين تلاتة عشر ورب بدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة أكيد هيكون في تأديب من ربنا بلا شك لازم يكون في تأديب طيب بعد التأديب أنا ما تبتش وأنا مستمر في الخطيئة أخدت تأديب واثنين وثلاثة أنا عاوز أوصل هل أنا بشيل خطيتي بعد كده هل أنا مع الخطيئة عقوبتها الموت طيب أنا ما تبتش عن الخطيئة وأخدت فرص وبعد الفرص تأديبات وبعد التأديبت ممكن عقوبات وأنا ما زلت متمسك بالخطيئة تمام بعد كده هشيل أنا الخطيئة وعقوبتها الموت طبعا لو مات وها في الحالة خلاص ومات بخطيئة عنادية وده ما بيكونش إنسان يعني عارف ربنا ما يكون مجرد اسم مسيحي بالاسم لأنه افتقاد الروح القدس للإنسان دايما بيكون عمل فيه عمل رحمة وعمل نعمة وبيساعده أنه يرجع ويتوب فإذا طبعا هيحمله وحيحمل عقوبته كمان طيب أنا بشكرك خلينا باقي الجزئية الثانية من الأخ عزت وبتهيألي كده إحنا خلاص لأنه باقي حوالي ثلاث دقائق لقد قال الأخ وحيد في الحلقة الماضية أن إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد لم يتغير وما زال يعاقب ويهلك مثل ما كان يفعل فيه العهد القديم وسؤالي للأخ وحيد إذا كان الأمر هكذا فلماذا إذن لا نجد اليوم عقوبات بقرار مباشر من الله ضد المجتمعات والشعوب الفاسد بداية أنا ما زلت بذكره لازم يحضر الحلقة بتاع التأديبات الروح في العهد الجديد لأنه هو واضح وحاسس أنه فيه فرق وكان زمان في عقوبات دلوقتي ما فيش لا ما زال الرب يعاقب إلى اليوم بقرارات مباشرة منه فالفكرة الأساسية من الذي سيعلن لك هذا القرار زمان كان فيه نبي ربنا بيقوله روح يتكلم فبيجي يعلن للشعب هذا الوقت كلمة الله مكتوبة في الخطيئة وفي نتائجة إذا وجدت النتائج يعرف أنه فيه خطيئة مش هيرسل لنا نبي تاني خلاص المسيح هو الكمال المطلق فإذا الأنبياء كانوا بيوصلوا القرارات بتاعة ربنا هذا الوقت ما فيش أنبياء لكن كلماتهم موجودة والشريعة أو الوصايا الإلهية موجودة اللي كانت بتقول لو عملت كده هايحصل كده فكل الكوارث الطبيعية الموجودة في العالم اللي بيسمح بها ربنا في أوقات ما هاي القوانين دي كلها في إيد ربنا لما يسمح بثنام هنا ولا بزلزال هنا ولا ما دي كلها بيقذ فيه الناس رجعوا بيقولهم تنبيهات إن الناس تستفيق فإذا دجز ومع ذلك فكلمة الرب أكدت على هذا الأمر وهو ما عليش أنا لو كررت تاني لحنشرح عن تأديبات والعقوبات في العهد الجديد فهو لازم يحضر معنا الحلقة دي طيب إحنا فيه لسه مجموعة بتاعت أسئلة وإحنا بقيلنا يعني حوالي دقيقة ونصف والسؤال بتهيأ لي سؤال كبير لماذا عاقب الله أيوب ماذا كانت خطيته سؤال مقدم من الأخ نبيل بتهيأ لي محتاج وقت للإجابة عن السؤال دا أكيد دقيقة ونصف ما هتكفي طيب إحنا الحلقة الجايب نعمة المسيح حلقة مباشرة صحيح هنبدأ فيها بالأسئلة هنفتح الخطوط للمشاهدين من أول لحظة هنكون في انتظاركم جهزوا أسئلتكم وأنا بشكرك الأسئلة في العهد القديم في الحروب الحروب في العهد القديم اللي عايزين دايما يسألوا فيه هذين بنفتح الخطوط واسألوا نعم مش واحد يجي يقول لي الفداء والصليب دا خليه لما نكون عاملين حلقات لك عشان ما نضيع الوقت صحيح أشكرك أنا كمان يعني إحنا بنبدأ بنعمة المسيح حلقتنا الجاية ببعض الأسئلة طول ما أنتم موجودين معنا على الخط أول بأول يعني واحد حيجي هناخده على طول بنعمة المسيح صلوا لأجلنا كثير زي ما إحنا بنصلي لأجلكم مسيح يبارك حياتكم بنشوفكم في حلقة جديدة وحننتظركم وانتظرونا ترجمة نانسي قنقر